بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله علما يمدفعه اخواتي مشروع لفحة سكارف لفاحة كشي بتسميه على راحتي كوفية مشروع انا بلشت فيه وودي اشتغله طلبوا مني بدن لفحة اللفحة اجي تجابوه الخيط الخيط بتلمسيه اول ما بتشوف فيه بتحسي فيه اثاوي مدام فيه له اثاوي معناته لازم اللاقيله غرزة تناسبه لحتى ما يطلع قاسي عالشغل جربت له انا غرزة القفص قامت طلعت كثير حلوة وطلعت رخفة رخفة كثير ولا بتلف ولا بتعذب ولا بتلف ما بتلف وبتطلع رائعة وسهلة جدا ما بده شي عبارة عن كل غرز مرينة مرينة وذور واحد بيجينا لفات كثير لطيفة وحلوة جربت له عدة غرز يطلع الخيط قاسي انا الخيط لقيته رفيع فرحت قلت يلا بساويه على الكروشي قام طلع قاسي جدا مع اني كبرت نمرة الابري كمان طلع قاسي وهلا هون بالنسبة لهون كمان هو كاتبين عليه ثلاثة ثلاثة ونص مستحيث ثلاثة ثلاثة ونص لانه بيطلع قاسي اخواتي مثل سجادة انا بلجت ساويه بهذا الطريقة لقيتها كثير طلعت رخفة وحلوة وبنفس الوقت تعطيكي مرونة تمام انا ابتدت انا هلأ صرت مصلاني تقريبا شيء سستين سانتي انا بشتغلي شيء سستين سانتي كم غرزة انا ابتدت انا هلأت انا ابتدت انا بتديت خمسة واربعين غرزة مو شرط في كتساوية مجواز مو شرط مفرد اي شط اي شيء بتريدي بتصير هاي غرزة كتير حلوة و وسهلة وبالنسبة للسكارفات ما في أروع مننا كنا احنا بزمان نساوي مننا اننا جاكيتات اننا نحنا للصبايا لكل شي كتير حلوة بتناسب للسكارفات وسهلة جدا خاصة للبنات المبتدئات اذا الدور كلا ياتوا عدل اول ما بتبتديه من تحت انتي حددي الغرض انا عندي 45 غرزة 45 غرزة هذا هو عرض كتير مناسب بالنسبة للفحة على فكرة اخواتي انا اخدت هاي ابري 4.5 لحتى صلع معي هيك رخيف وصلع معي حلو ولا تنسي ان الغرزة المرينة بتضب زيادة دائما بنعطيها النمرة الزيادة بقى انتي مشان تتخلصي من جفاء الخيط او خشنة الخيط او استخدمي هاي الغرزة نصيحة كتير حلوة ولا تنسي اخر غرزة تشتغلية عكس الشغل بيطلع معاك الداير مرتب جدا بيظل شادر حلو يلا نتابع انا وياكي هلا شو عم نشتغل نحنا الدور المقلوب ليكو دور المقلوب ها يلا نرجع كمان اول غرزة اصحابية عكس الشغل اصحابية اصحابية اصحابي لاحظو كمان تبدا يصير فى عندك صفين من اثنان هادول صفين وحتى مثل هيك.. صفين انه من الطرف التانى وبدا يصير زيادة اثنين من هون اثنين من هون اثنين بس وكذلك بتلاحظي ملاحظة انه بدلا يصير من هون اثنين مثلا من هون تلاتة ما عليك احلى بتطلع كتير احلى المهم انه بدنا صفين من اثنان ولا هدول بقولونا صفين اثنان ايه يعني المهم هدولي غرزة المقلوب اللي بتشوفيه هاي او الغرزة المارينية بدنا يصفين هلا انا هون عم بحضو اشتغل بالدور التاني هي بتعرفي دورين المارينة يعني اربع ادوار معروفة بالنسبة للجيورسي كلياتو مارينة مارينة يعني عدل عدل تريدي مقلوب اشتغلي مقلوب بحضو زعلان بس المهم تعطي نفس النسيجة اللي بدك ياها الخيث قاسي جدا وملمسو خشن ملمسو خشن من اول ما شفته رأسا عرفت انه هو خشن جربته على قبرة اربعة اربعة نص على الكروشي ما طلع حلو ابدا طلع كثير مفرغ وبنفس الوقت ما عطى النعومة اللي بدي اياها ناسبتو هاي الغرزة بشكل كثير حلو اذا يتتخلص في منش خشونة الخيط او جفاء الخيط ما بيقولو زعليك بغرزة القفص ليك وكل ياتا مارينة مارينة عبارة عن 45 غرزة انا لحد الان وصلاني تقريبا انا 66 سانتي طبعا هنه لازم تكون اقل شي 150 بحسب ما بريد طول الانسان في ناس اطوال ناس اقصار ناس ما بيحبوها تدف دورين يعني بحسب كل انسان يلا هلا هلا هادا هون الدور الثاني وهي اخر غرزة بعكس الشغل جينا لاحظوا هون صار في عنا صفين ها هاي صف وهي صف هون لسه في صف واحد لا لازم يصيروا صفين يلا دور العدل نسحب اول غرزة بعكس الشغل هاي اول غرزة نسحبها بعكس الشغل منتابع عدل بتحسيها انه انت عم تشتغلي على خيط رفيع وابرة اكبر ما عليه احلى خاصة الاسكارفات اخواتي لا تطولية كتير لانه هاي الغرزة بتمط هاي الغرزة من النوع البتمط خاصة غرزة الافص معروفة بسموها غرزة الافص بتمط لا تطولية يعني اذا طلبوا منك 160 لا ساعة 165 ساعة 155 لانه على الاستعمال بتمط بتمط لتحت بتطوات ولذلك ساعة 155 ساعة 154 انتي بحسب تشتغلي بتشدية بتشوفية شبان بتمط بقديري بالك من هالناحية ساعة 160 بتمط بتوصل ال 180 بتصيري طويلة كتير على الاستعمال بتمط يلا الناس بيقولوا انه نحطي له مصرية طيب شو امو كل الناس بيستعملوا المصرية بعد ما يشتغلوا القطعات تعطيهن ياها صرية بيجي بيغسلوا بترجحك شنيه لقايك افضل طريقة ها هلا نحنا صرنا صفين من هذا الطرف صفين من هداك الطرف بس وصلنا صفين معناتو نحنا وصلنا لدور اللفات هم نشتغل كل ياتو عدل عدل ها لا تنسي اخر غرزة لفي الخيات الشغلية عكس الشغل يلا ها شو صار معانا لاحظوا هذا صف وهذا صف هاي صفين وهون بالطرف الثاني صار معانا واحد اتنين صفين اذا مبلش الشغل هلا اول غرزة بنسحبها بعكس الشغل نسحبها يلا هلا كل غرزة بنعمل للفتين كل غرزة لفتين هاي لفة لفة هم كل غرزة كل غرزة لفتين لفتين كل غرزة كل غرزة اخواتي هلا بتلاحظوا انه صرف صار فيه له دورين صفين ودور صار له تصفوف اي ما عليك بس هذا القصول هذا القصول اخواتي المهم نحنا بنا نشتغل دورين مرينة ودور اللفات دورين مرينة دور اللفات ها هلا هاد نحنا دور اللفات ها 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 يمكن ملاحظي انه انا ايدي ما عم برخية لان الابرة لحالة كبيرة بتعطيها هي الرخاوة يلا ها كبيرة على الخيط طبعا هي مية كبيرة كتير لانه اربعة ونص انا عم بشتغل بس لقيتها كتير مناسبة وطلعت هدلة وكتير حلوة بتتعلم بس سهلة سهلة جدا اخواتي ها كل غرزة كل غرزة ما عدا غرز الحافة لا تقربي عليه هون ها كل غرزة كل غرزة بتظلم قولة بي بتظلم قولة بي تركتي غرز الحافة هاي غرز الحافة يلا وهلا نشتغل عكس الشغل يلا لاحظوا معي اخواتي هون شو صار معانا هاي صف وهي اثنين بالطرف الثاني شو صار معانا صار معانا ثلاثة صفوف تمام واحد اثنين وهذا الدور اللفات معلي الشي بالعكس احلى لاحظوا شلون هاي ثلاثة هاي ثلاثة هاي ثلاثة يلا اول غرزة نسحبها بعكس الشغل اشتغلي وفلتية اشتغلي عدلة وفلتي اشتغلي عدلة وفلتي من اسهل الامور اهم شي انو بس خلصني من اثاوت الخير الخيث قاسي هون فكان خيطك ناعم ما بنصحك زغري الابرة اذا حبيتي تشغليه نفسه وخيطك ناعم زغري الابرة لانو ما بدو هذا حل نحنا منلاقيه حل للخيط القاسي لاحظوا بشتغل عدل وبفلتي الغرزة اشتغلي عدل وشدي الغرزة ها شدية هيك بس هيك يعي مو تشتغلي الغرزتين معان تشتغلي غرزة وحدة هاي غرزة وفلتية غرزة وفلتية هاي غرزة وفلتية وهكذا نرجع هلا انا عم بشتغل معاكم 45 غرزة وانتي العرضة ونصيحة تشوف هي فيديو بداية التريكو بسلسلة الكروش اذا ما بدك اياها عريضة بدك اياها ارفع او اعرض استعملي الابرة اربعة ونصر اشتغلي عليها الثلاثل بعدين القصية على ابرة التريكو تكوني انتي اخدتي العرض بدك اياها تطلع فيها تمام مظبوط العرض معاكي لاحظي شافكي خلاص واي اخر غرزة خلاصنا هي هي عبارة عن اربع دوار دورين مرينة ودور اللفات دورين مرينة ودور اللفات اخواتي لاحظوا شوف شون بيعطي منظر كتير حلو رفع لك اياها عضو شوفي شون بتطلع منظر كتير حلو ومرتبة ورخفة رخفة طرية طرية حبيت اني شارككم فيها انا عم بشتغلا هلأ مشروع هاي كوفية او سكارف رجالي او للصبيان او مين ما بتريدي كتير حلوة وسهلة وعطي باعطيكي معلومة انو بتتخلصي من خشونة الخيط بغرضة القفص بتأمن ان شاء الله تكون عجبتكن ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك واهلا وسهلة فيكم